أعزائي المشاهدين أحييكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا مع البوطي في حياته وفكره فضيلة الشيخ يعني الجهاد ذروة سنام الإسلام وفريضة محكمة ماض إلى يوم القيامة ما هي فلسفة الجهاد في الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أن من الضروري قبل كل شيء أن نبعد هذه التهمة التي ألصقها بعض الغربيين بالجهاد عندما يفسرون الجهاد أو يترجمونه بالحرب المقدسة الحقيقة لا توجد حرب مقدسة في قاموس الشريعة الإسلامية قط ومن المتفق عليه عند علماء الشريعة الإسلامية أن الأصل هو السلام وما يناقض السلام كله يأتي عارضا يعني وشاذا عن القاعدة ولا أدل على ذلك من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة فقبل كل شيء أحب أن تنتزع هذه الصورة أو هذا الفهم لمعنى الجهاد الذي أصر عليه الغربيون الحرب المقدسة ليست هناك حرب لا مقدسة ولا غير مقدسة إلا أن يكون الأمر داخلا في معنى قانون الجنايات قانون الجنايات موجود في العالم كله كلمة الجهاد في الواقع تعني في الشريعة الإسلامية بذل الجهد بأنواعه المختلفة حسب الحاجة لإعلاء كلمة الله قد يكون بذل الجهد في حال معين يتمثل في بذل المال وقد يكون الجهد في حال أخرى متمثل في الدعوة إلى الله بالحوار وهذا هو أعلى درجات الجهاد نعم أعلى أنواع الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون وهذا الجهاد في جو آخر في حال أخرى متمثلا في ردع ورد العدوان كل هذه السبل كلها يدخل تحت اسم الجهاد وكيف يمكن أن ننتقي سبيلا دون سبيل آخر الجو هو الذي يفرط كلام جميل جدا فضيلة الشيخ الجهاد في القرآن الكريم ماذا قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أعتقد المشكلة لا تتمثل في الجهاد الذي هو بدل المال والمشكلة لا تتمثل في الجهاد الذي هو دعوة باللسان وإنما سؤالك عن الجهاد الذي يتقول فيه بعض الناس على الإسلام أنه العبارة عن إلزام الناس بالإسلام وحملهم بالإكراه على الدين وما إلى ذلك الواقع أن القرآن ينص على نقيض ذلك تماما فمثلا يقول الله عز وجل في سورة البقرة والبقرة سورة مدنية بل هي من أواصط أو من أواخر ما نزل من القرآن يقول الله تعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إن الله لا يحب المقتدين في سورة الممتحنة وهي بعد الفتح نعم في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام نزلت يقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم والله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم كلام صريح واضح جدا جدا هذا من النصوص القاطعة التي تثبت أن الله عز وجل لا يقر مقاتلة الكافرين الذين لم يقاتلونا ولم يسيئوا إلينا ولم يحاولوا أن يتربصوا بنا شرا بل يأمرنا الله عز وجل أن نبره ونقصط إليهم يعني أن تكون علاقة بيننا وبينهم علاقة ندي علاقة تعايش علاقة يعني موازين العدل تكون هي المحكمة فيما بيننا وبينهم نعم ثم أكد ذلك في الآية التي تليها إنما ينهاكم الله يعني لا ينهاكم عن مواصلة الكافرين إلا عندما يقاتلونكم في الدين أو يخرجونكم من ذلكم أو يظاهرونها إلى إخراجكم أو يتربصون بكم هؤلاء فقط الذين نوطيكم الضوء الأخضر في مواجهته قرآن مليء بالمعاني التي تدل على هذا بهذا الشكل بل ربما بشكل أوضح أيضا مثلا يقول الباري عز وجل للرسول إن عليك إلا البلاغ يقول وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ الكلام واضح نعم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الآية المشهورة المعروفة لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي وأريد أن ألفت النظر هنا إلى أن لا إكره في الدين إخبار وليس إن شاء والإخبار لا يخضع للنسخ يعني يظن بعض الناس أنه هذه الآية صحيح لا إكره في الدين لكن نسخت الخبر لا ينسخ إذا نسخ الخبر معنى ذلك أن أحد النصين الناسخ أو المسخ كذب واضح الآية ماذا تعني لا يتأتى الإكراه في الدين يعني لا يتصور لا يستطيع أحد أن يكره آخر على العقيدة لأن العقيدة مكانها القلب لا يستطيع الإنسان أن يهيمن على قلب الإنسان الآخر ربما هيمن على لسانه ربما هيمن على كيانه الظاهري لكن الدين لا يتحقق لا بالنسان ولا بالكيان الظاهري طيب هل هناك أي فرق فضيلة الشيخ فيما يتعلق بين كلمة الجهاد وكلمة القتال أتمم لك بس الآية لأنه في الناس من لا يعرفون معنى هذه الآية يقولون أنه لا تكره الناس لا ليس المعنى لا تكره الناس لأنه كلمة لا تكره الناس على الإيمان النهي عن الشيخ فرعا إمكان وقوعه لا تدخل هذه الدار معنى ذلك الباب الدار مفتوح لو كان باب المغلق ما بيقول لا تدخل الدار كذلك لا تكره الناس على الإسلام يعني ذلك أن الإكراه على الإسلام يتأتى لا لا يتأتى لأن الإيمان مكانه القلب ولو رحل الإنسان إلى الله بلسان مؤمن ولكن قلبه غير مؤمن ليس مؤمنا وليس خاضعا لدين الله عز وجل لذلك لا يستطيع لا رسول الله ولا غير رسول الله أن يكره قلب الإنسان على توجهه إلى عقيده وترك عقيده معينه هذا معنى الآي لا يتأتى الإكراه في الدين ولذلك دعك من الإكراه هذا معنى كلام الله عز وجل طيب لو أتينا إلى هذه النقطة الفرق بين مصطلح وقاتلوهم وبين مصطلح الجهاد بالمعنى الدعوي كلمة الجهاد أعما كلمة القتال كما قلت لك الجهاد فيه الدعوة إلى الله عز وجل بالكلمة الطيبة أدعو إلى ربك بالحكمة والمعوذة الحسنة ذروة سلام الجهاد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو ذروة سلام الجهاد بعد قل قال أين السائل قال ذروة سلام الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر فالجهاد فيه دعوة باللسان وفيه دعوة بالمال وفيه أيضا بالقتال أما كلمة القتال فاسم للقتال يعني القتال اسم لنوع من أنواع الجهاد وهو مواجهة العدوان بمثله طيب نهاية العصر العباسي ربما شهد الكثير من بلاد المسلمين يعني تفرقا إلى حد ما هل مصطلح الجهاد انتهى بذلك العصر لأنه يعني لم تعد هناك خلافة إسلامية واحدة الجهاد بالمعنى الذي بينه لنا كتاب الله بأنواعه وزاده بيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وسلوكه بقي بقي إلى أواخر الخلافة العثمانية بل إلى أواسط الخلافة العثمانية وبقي ملتزما بهذا النهج ربما وجدت جيوب في بعض العصور المتأخرة في عصر المماليك الدول المتتابعة هؤلاء ليسوا حجة على الإسلام بل الإسلام حجة عليهم اليوم قد تجد بعض الدول الإسلامية نعم تسيء إلى دول مجاورة لكن هل نستطيع أن نقول لأنها دولة إسلامية إذن فهذا هو الإسلام كم من دول إسلامية جنحت عن الإسلام ولكن إذا أردت أن تنظر إلى الجهاد بأنواعه في الخلافة الراشدة بعد وفاة رسول الله إذا أردت أن تنظر إلى الجهاد بأنواعه في العصر الأموي في العصر العباسي كله سائر على هذا النهج ربما تريد أن تقول طيب هناك بعض الفتوحات تمت في عصر العباسيين يا أخي الدولة الإسلامية هي التي بدأت وهي التي تحرشت الواقع ليس كذلك كل الفتوحات التي تمت في العصر الأموي وفي الخلاف الراشدة وفي العصر العباسي إما يعني كل الحروب التي قامت إما كانت ردا لعدوان واقع أو كانت ردا لعدوان متوقع يعني يخطط له فالدولة الإسلامية كانت تراقب وكانت بالمرصاد وكان دائما الحضارة الرومانية الأمريطورية الرومانية دائما كانت بالمرصاد وكانت دائما تخطط إما أنها ترسل جنودها لقتال المسلمين أو تخطط ويقول الإمام الغزالي في كتابه المنخول الدول الإفرنجية إن لم تغزى غزت لكن دكتور قد يتساءل الكثيرون فيما يتعلق بهذه النقطة كل من الشباب أو عندما يناقشهم رجل غربي ويقول بأن الإسلام انتشر بالسيف والدليل حينما تنظر في عصر الفتوحات الإسلامية كان يعرض على أي بلد يفتح إما الجزية وإما الخضوع وإما الإسلام أليس كذلك يعني هذا أليس إكراها الفتوحات الإسلامية في بلاد الشام وفي بلاد مصر تمت لكن دعني أسألك هذه الفتوحات الإسلامية التي تمت في بلاد الشام والتي رحب بها أهل الشام ورحب بها المصريون الأقواط قبل غير ماذا كانت تاني؟ كانت تاني تخليص أهال الشام من الاستعمار الروماني من الأمبراطورية الرومانية كانت الشام مستعمرة مستعمرة للأمبراطورية الرومانية وكان أهل الشام يرزحون تحت نير الاستعمار بأقدر أشكاله طيب غير بلاد الشام فضيلة الدكتور مصر كذلك العراق كذلك نعم طيب أهال الشام عندما طرد المستعمر الروماني كيف كانت مشاعرهم؟ مشاعر السرور استقدموا سيدنا عمر من أجل أن يعقدوا كتاب الصلح بينه وبينه وأبوا أن يكون الموقع أبو عبيد من الجراء قال لأننا نعلم فيما نقرأ أن أمر من الخطاب هو الذي سيأتي وعندما جاء كانت الفرعة غامرة في وجوه هؤلاء النصارى طيب بقي عدد النصارى بعد الفتح الإسلامي في بلاد الشام يناهز عدد المسلمين ولم يجبر أحد من هؤلاء النصارى على الدخول إلى الإسلام إلى أن جاءت غزو الفلول الحروب الصليبية طيب طيب عندما بدأت فلول الغزاة الصليبيون أرسلوا سرا رسائل إلى زعماء النصارى في بلاد الشام هذا موجود ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية وذكر ذلك زيني دحنان في الفتحات الإسلامية أرسلوا إلى قادة النصارى في بلاد الشام يخبرونهم إننا قادمون ما القرار الذي اتخذتمه أهو الوقوف إلى جانب بني دينكم القادمين أم الوقوف إلى جانب بني قومكم المسلمين وشهد التاريخ كيف أن النصارى والمسلمين حاربوا الغزاة الصليبين في خندق واحد المسألة يعني من الوضوح بمكان لكن الذين يتعمدون أن يغبشوا وأن يعني يتعمدوا جعل هذه القضية الواضحة جدا جدا يتراكم عليها السحب وما إلى ذلك لا يمكن أن يفعلوا ذلك ولا يمكن أن ينجحوا بهذا أقول لك شيء آخر عندما استقدموا سيدنا عمر إلى بيت المقدس جاء سيدنا عمر استجابة للرجال الدين المسيحيين كل رجال الدين المسيحيين استقبلوا سيدنا عمر أعظم استقبال طيب ورحبوا به ماذا صنع سيدنا عمر انظر ماذا كان يصنع الاستعمار الروماني وانظر ماذا صنع الإسلام كان المستعمر الروماني يدفعون النصارى إلى تقدير الصخرة المشرفة التي يقدسها اليهود ويدفع اليهود بالمقابل إلى تقدير مكان كنيسة القيامة نعم من أجل الإيقاع بين الفريقين وكان هذا هو دائما المشاكل قائمة بين النصارى وبين اليهود بفعل الاستعمار الروماني لما جاء سيدنا عمر اتجه إلى الصخرة المشرفة رأى الأقدار المتجمعة فيها خلع ردائه واخذ ينظف الصخرة المشرفة بردائه لما رأى الرجال الذين من حوله ذلك تسارعوا جميعا وتسابقوا إلى تنظيفها ثم ذهب إلى حيث كنيسة القيامة واضح كيف لم تكن بنيت بعد وكانت تسمى القمامة نعم المكان الذي ولد فيه السيدنا عيسى عليه الصلاة وسلم كذلك وجد الأقدار خلع ردائه وأخذ ينظف بنفسه سيدنا عمر المكان طبعا تسابقوا وأعانوه في هذا الصدد ذلك ما صنعه الاستعمار الروماني فيما يتعلق بالدين وكيف ضرب الأديان بعضها ببعض وهذا ما صنعه الفتح الإسلام طيب لكن هذه الصورة المشرقة التي تتكلم عنها هو كلام رائع وجميل وكلام عقلاني حقيقة لكن هذه الصورة هي لدى المسلمين لكن الغرب ليس لديه هذه الصورة الغرب لديه صورة بأن هذا الإسلام انتشر بقوة السيف بالعنف بما يسمونه بالإرهاب بالقهر ليس فقط أنت أتيت على مثال مثلا بلاد الشام والعراق ومصر كانت تحت حكم ما لكن يقولون أن هناك بلاد لم تكن تحت حكم والمسلمون فتحوها وعرضوا عليها الجزية أو الإسلام الأمر فيه قهر كما يقولون طيب نحن ماذا نقول لهم كيف نحاججهم هل نقول لهم فقط بأن الإسلام جاء لكي يعني ينشر الرسالة رسالة الفضيلة والحب والخير وهو يقول لك أنا لا أريد هذه الرسالة على الإطلاق فأقول له لا يجب أن تدفع الجزية وأنا أدفع عنه وكذا ماذا تقول فضيلة الشيء؟ الغربيون يعرفون الشيء الذي ذكرته كما أعلم وكم من الغربيين الذين كتبوا في التاريخ وأنصفوا الفتحة الإسلامية أكثر مما أنصفه المسلمون أنفسهم ولكن الذين يروجون الكلام الذي تقول هم يقصدون من وراء ذلك هجوما عكسيا هم يريدون من وراء ذلك الهيمن على العالم الإسلامي خطة هذه يا أخي أنا عندما أذهب إلى فرنسا وإلى بريطانيا ونبحث في هذا الأمر لا أجد واحدا يجرؤ أن يقف أمامي ليقول هذا الكلام الذي تقول يقف أمامك ولكن الناس العوام الطلاب لا لا الأجانب الغربيون إذا وجدوني أقول كلاما مخالفا للواقع لا شك أنهم سيقيفون بالمرصاد شوف يا أخي دعك من الفتحات التي تمت فيما نسميه اليوم بلاد العربية ما كانت أنا ذاك بلاد عربية كلها الفتحات التي تمت في الخارج قسطنطيني هرقلة كلها إنما تم توجه المسلمين إليها بعد أن جاءهم الخبر اليقين أن الفرنجة بكل أنواعهم الآن أقول الفرنجة يخططون للقتال طيب الحل خدعة كان من شأن هارون الرشيد أن يبث عيونه في خارج العالم الإسلامي فإذا جاء الخبر أن إيريني تخطط لقتال المسلمين ومن وراء إيريني إينا فلان وفلان من الدول كذا طيب ما الذي ينبغي أن يصنع لابد أن يبادئهم قبل أن يبادئوه وهذا ما صنع وأخضع فعلا إيريني نعم للصلح الذي تم نعم وهذا شيء طبيعي من أراد أن يخطط لقتال ومن وضع نصب عينيه العدوان لابد عندما يرجع هارون الرشيد أو رئيس دولة الإسلامية أيا كانت يولي ظهر ويرجع لابد أن يطمئن إلى أنه لن يجد خيانة من وراء ظهره شيء يقيني طيب والذي حصل ما الذي حصل عندما ماتت إيريني جاء نقفور بعده رأسا خطط لقتال المسلمين وأرسل إلى هارون الرشيد نعم يقول له إذا جاء ككتابي هذا فأرسل كل ما قد دفعته لك إيريني نعم وأعلم أننا كذا إلى آخره أخذ يهدد هارون الرشيد شيء طبيعي أنه هارون الرشيد بده يجاوه من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلبرو الجواب قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما ترى لا ما تسمع يا ترى لو أن نقفور أراد أن يسالم وأن يبقى في مكانه هل كان يجد من هارون الرشيد عدوانا؟ أبدا نهائيا لكن عندما بادأه نقفور كان لابد أن يجيب طيب هناك بعض التفسيرات المترجمة للقرآن الكريم تكون معتمدة بشكل أو بآخر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله واقتلوهم حيث استقفتموهم هذه المعاني كيف؟ ما هو التفسير الصحيح؟ كيف يقرأها الغربية عندما يقرأ حرفية هذه الآية؟ ولا يدرك الأسباب المنزلة لها يفسر العام على ضوء الخاص أليس كذلك؟ نعم عندما يقول لي الله عز وجل قاتلوا الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يهب المعتدين عندما يزيد هذا النص إيضاحا فيقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إذن نعلم أن قوله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة المراد بالفتنة فتنة طغيان هؤلاء الناس على المسلمين وهو الذي تكلمتهم عنه قبل قليل نعم يعني الغربي غير الغربي تفسير العام على ضوء الخاص قاعدة عقلية وليس قاعدة دينية طيب في أحكام الجهاد دكتور وأحكام القتال حتى الإسلام أيضا تدرج فيما يتعلق بحكمه أم بماذا لا يا أخي شوف لأ لك سورة التوبة إذا أردت أن تنظر إلى أقصى ما في القرآن من مواقف ضد الجاحدين والكافرين فارجع إلى سورة التوبة أليس كذلك وماذا يقول الله عز وجل في سورة التوبة بعد آية القاسية قاتلوا الذين لا يقاتلونكم لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآية يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلم سبحان الله الآية في سياقها وسباقها تعني الحالة الحربية تعني الحالة الحربية القائمة بين المسلمين وغير المسلمين يقول في هذه الحالة إذا جاءك مشرك من صف القتال يعلن أنه يريء مسالم ويريد أن يدخل يتعرف على البلد وعلى الإسلام والمسلمين نعم فأجره إياك أن تؤذيه حتى يسمع كلام الله ليدخل ويتبين حال المسلمين وليتعرف على الإسلام تعرف وفهم كل شيء وطاب له أن يرجع كما دخل كافرا جاحدا وإلى أين سيخرج إلى خط الحربيين لأنه جاء من خط الحربيين لكن نعم يقول الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه لا يكفي أن تتركه حرا يذهب لا بل أنت مكلف بأن تصطحبه إلى أن يصل إلى الخط الذي يحميه جماعته عندئذ هل تجد هل أنت بحاجة إلى ما هو أكثر من هذا أنا أعوذ فأقول لك أنا أقسم أن الغربيين المثقفين الذين يعكفون على قراءة القرآن أو ترجمته يعلمون هذا الذي أقوله لك والذي تعلمه أنت ولكن المسألة غير هذا هناك خط يرمي إلى خنق الوجود الإسلامي الصورة المشرقة التي تنتشر الآن في ربوع الغرب والتي تجعل الإسلام ينتشر في تلك الربوع انتشارا غريبا والسريان طيب المقاومة لهذا الخط كيف ينبغي أن تكون الصورة الوحيدة هي هذه أن يثيروا في نفوس أولئك الناس كراهية للدين لك هؤلاء المسلمون يريدون بكم شرا تاريخ المسلمون هل تعلمون تاريخ مليء بالغدر تاريخ الدم تاريخ السيف هؤلاء كذا هؤلاء كذا من أجل أن يحملوا هؤلاء الناس المتوجهين إلى الإسلام والمستأنسين به إلى الاستحاش منه وآية ذلك ما قلت لك هناك منصفون كثر وهم يتزايدون ويتزايدون في الغرب أنا رأيت كثيرا منهم طيب هم يعيشون إلى الآن في آثار وعبر الفتحة الإسلامية في الأندلس الفتحة الإسلامية في الأندلس كيف أدعم عبد الرحمن الداخل ذهب إلى هناك وما عوثلهم من الناس أقاموا مسالمين انتشر الإسلام بسلوكه بنهجهم الإنساني السليم تعشق هؤلاء الناس الإسلام خلال فترة بسيطة قامت الدولة طيب عندما قامت الدولة هل احتكر المسلمون الدولة الإسلامية في الأندلس للمسلمين وواجهوا الآخرين بالقتال الشريس لا يا أخي المستشفيات التي أقيمت استقبلت النصارى واليهود خير استقبال الجامعات التي أقيمت نعم في الأندلس نعم في قرطبة استقبلت النصارى واليهود وكانوا ينتجعون العلم في تلك الجامعات نعم وكانت الدولة الإسلامية أبوابها مفتعة كلها اليهود اليهود هل تعلم قبل الفتحة الإسلامية كيف كانوا يساء إليهم كيف عذبوا وكيف أهم من الذين أنصفهم من الذي أنصفهم الفتحة الإسلامية في الأندلس عاشوا اليهود لا أقول مسالمين عاشوا في ظل الحكم الإسلامي في الأندلس سعداء بعد أن عانوا الأمرين طيب لذيق الوقت فضيلة الشيخ لأن العصر الحالي تعرض البلاد الإسلامية لشتى مناحي الاحتلال أو التدخل في أفغانستان يعني في العراق في فلسطين في الصومال كيف نتعاطى أو كيف يتعاطى المسلمون فيما يتعلق بمسألة الجهاد في هذه البلدان المسألة يعني لا أفهم أي إشكال في الموضوع حتى أجيبك يعني ما يتعلق بمشكلة أفغانستان ما هي المشكلة باختصار المشكلة نقيض ما نتحدث عنه الآن غزو غربي لبقعة إسلامية كانت إلى الأمس القريم تنظر إلى شأنها القاصبها وتحاول أن تلملم قضاياها وقدراتها لحل مشكلاتها يعني كل ما لديها من قدراته لم لمها لحل مشكلاتها وليس لها لا أي طماع ولا أي خطة ترمي إلى ما نسميه الآن تربص بالآخرين وإنما فوجئ هؤلاء المسلمون بالعدوان الذي جاءهم من أقصى بلاد العالم إليهم دعك أنا من وضع هؤلاء المسلمين كانوا متخلفين غير متخلفين أنا أقر منهجهم أو لا أقر هذا شيء آخر لكن أيًا كان واقعهم جمع مسالمين فريض أنهم متخلفون فريض أنهم يفسرون الإسلام تفسيرا غير لائق فريض أنهم يسئون إلى المرأة مثلا لا يسمحون لها بالتعلم ومنعه ذلك لكن هؤلاء مسالمون طيب بلاد احتلت بكل الأحوال نحن سنكمل يعني مسائل عديدة هناك 17 نقطة نحن نتهم بأننا نقتحم البلاد المسالمة لنحاربها في هذه المسألة التي أثرتها هي على العكس تماما بلاد مسالمة إسلامية تغزى من قبل أنا ما أقصده فضيلتي الشيخ هو تطبيق فيما يتعلق بتطبيق أحكام الجهاد فيما يتعلق بتلك البلاد نحن سنناقش بتفصيل أكثر إن شاء الله لا قبل قبل أن نتسأل كيف ينبغي أن يطبق الأفغانيون أحكام الجهاد قبل ذلك ينبغي أن نقول ما الذي ألجأ الأفغانيين إلى هذه الحالة حتى نقول كيف يطبقون الإسلام هذا السؤال سنجيب عنه في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى شكرا جزيلا لحضورك معنا والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته